بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وادفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته ونتكلم من دروس طويل عن عابد مبهم الاسم كان في المغرب رحل إليه ذنون المصري فكان بعد أن أراد ذنون المصري السفر قال له بأنه مسافر فإن رأيت أن تزيدني في الموعظة فتكلم معه بجمل قيمة جدا نحن من دروس عديدة كل درس نعقد لجملة درسا يقول له اعلم أن الزاهد في الدنيا السالك إلى الله الخلوة مجلسه والقرآن حديثه والله الجبار العزيز أنيسه والذكر رفيقه والصمت جنته أو جنته والخوف سجيته والشوق مطيته والنصيحة نهمته والصبر وساده إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي يقول والصديقون إخوانه والحكمة كلامه والعقل دليله والجوع أدمه والبكاء دأبه والله عز وجل عدته قلت بما تتبين الزيادة من النقصان قال عند المحاسب للنفوس إذن وصلنا إلى قولي الصديقون إخوانه هؤلاء الأولياء أيها الإخوة سبحان الله يتكلمون بكلام يقع في القلوب لماذا وجب عليك أن تأخذ العلم من المعلم لا من الكتب ألا بيمشي الحال واحد مثلا جيب كتب كلية الطب يحفظ كل عن غيب هل يجاز في الطب لا يوجد ولا مؤسسة علمية موثوقة في العالم ترخص لعز الرجمية لو حافظ عن غيب كل الكتب 100% ويلي عم يدرسه عند الأسادسة 70% يلي عم يدرسه عند الأسادسة بيعطوهم الإجازة وهذا أبو 100% وهكذا في سائر الفنون طيب لماذا؟ إلا أن المعلم يختصر لك أحيانا 50 سنة بجملة الجملة ما بتلاقي بولا كتاب لكن هي اختصار خمسين سنة يضغط لك علما كاملا بعبارة هذا ما بتلاقيه بكتاب هؤلاء الأولياء هيك يضغطون لك ينطقهم الله تعالى بالحكمة لأنه اللي بيصير ولي مو بس بيصير قلبه قريبه من ربه بيصير عقله كمان منفتح ويكون تصدقوا أنه فيه ولي أجدب ما تصدقوا أبدا هذا الكذب على الناس والتشويه للدين أنه بس واحدة كتشط ريالته يصرخ صوت يبحث كل شوي وشوي أنه هذا من الأولياء لا تصدق أبدا هذا إنسان مريض نسأل الله له العافي ولما بتشوفه بالتمثيليات يطالع واحد منه هذا الشيخ هيك اللي بيبحث صوت اعلموا أنهم يريدون تشويها الدين عامدين يعني هذا المؤلف اللي كاتبه المخرج اللي متعمد أن يشويها الدين ويؤذي القرآن والصنة إما أنهم متعمدون وإما أنهم جهل ولما بتشوفوا مرات عامة من الناس يعتقدون بأن فلانا هذا الذي في بعقله شيء بأنه إنسان مبارك فاعلموا أن هؤلاء جاهلون في الدين ما ألهم معلم ولا ألهم مربي ولا ألهم شيخ لذلك بصير يقولون كلام لا علاقة للدين به بل هو يضاد الدين بس هم لا يعلمون ولما بتشوفه أم بتقوله لأبنها ماما الله يرضى عليك لا كثير تعدلي تصلي بالليل وتذكر الله والله بخاف عليك تسمعه مرات هيك أمها إنه ماما يرضى عليك وين قاعد لي بالغرفة عم تقرأ قرآن لحالك بهالليل وتصلي بخاف عليك يا ماما يصير شيء لعقلك يعلموا بأن خطية هي ما جاهلة في الدين ولما أب بيقول له لابنه بابا أنه ترح لي كثير على الجوامع وتجي بكرة بتنسلي به يعلموا أن هذا الأب جاهل في الدين شايف معقول معقول أنت تصير قريب من الله تقوم تجدى تصير أجدى هل يعني بيكون قريبا من الأطباء بيصير أجدى يعني بيكون قريبا من المخترعين بيعود مع المخترعين كثير بيقوم بيصير بسلبة يعني طيب إلي بيصير قريب من الله بيقوم بيصير أجدى يا لطيف يا أخوان هذا اعتقاد بس أني نكطي هؤلاء العامين ما بيعرفوا شو عم بيقولوا هذا اعتقاد يخرج من الدين لأنه يتهم الله عز وجل بابا إذا تروح كثير على الجوامع يعني يجوز عقلك يسلوا شي الجامع هو اللي بيكبر عقله لأبنك والذكر هو اللي بيزيد عقله لأبنك ولا بنتك واللي بيذكر أكتر بيصير عقله أكبر اللي بيحضر بالجامع أكتر بيصير مخه أكبر سيدنا عمر بيقول لست بالخب أنا ما لي مخادع ولا لي مداهن لأحد بس الخب لا يفدعني أزكى واحد ويعمل علي فيلم ما بيقدر يمر إشي أنا قريب من الله وين بده يمر أنا قريب من القرآن القرآن الكريم لما إجا يا أثوان كبر قولوا للناس لما جذبهم كانوا يعبدون الأحجار أبو جهل يعبد الحجر في واحد أجدب من هيك واحد بيعبد حجره قال كان أحدهم يصنع يدور على حجر ما يلاقيه فيصنع إلها من تمر بساوي عجوي هيك بيعجنهم بساويهم تمثال وبيعبده فإذا جاع أكلهم فكانوا يقولون إن فلانا أكل ربهم هكذا العرب قبل الإسلام جاهل لذلك اسمه جاهلية جاهل جاهل إجا سيدنا محمد كبر له نعقوله قال له لا زي أسلام لا تنفع ولا تضر لك لا بيسمعه قال له شايفة قال له لا إله إلا الله كبر له نعقوله كانوا يقطعون الأرحام صاروا يصيرون الأرحام كبر له نعقوله كانوا يتعاملون بالربا عفاهم من الربا كبر له نعقوله بس اليوم الجاهلية تعود نفسه أبو جهل بصل بإستاموغرافي اليوم وصار يحكي مثل ما كان يحكي أبو جهل إنه لا الربا منيح والربا جيد وما في الصيب وفوائد بنكية وهذه لقاء تضخم ومعقول هذا نفسه طبع أبو جهل هو أبو جهل كان هيك يحكي بشبه الشغلات فالإسلام يا أخوان بيجي ويا شباب أنت لما بتلتزم بالجامعة مشان يكبر عقلك ما تفكروا حالكم عم تجوا على الجامعة بس مشان تصير وتصلوا وتذكروا عم تجي على الجامعة مشان يصير عقلك أكبر مشان يصير حكمتك أكبر تعاملك بتصير أفهم منطقك بيصير أحسن ردات فعلك تجاه مواقف الحياة بتصير أوزن يلي موم التزين إذا شوف مرات أنتوا بتشوفوا مواقف ماتت أمه بصير بيضرب حالو كفوف ما شفتوا هيك شي ما بيولوا بعيط هيك بالطرقات بشئ أو عي وأنت تستخفه بهالموقف لك على أساس أنت راكز أنت إليك مكاني لش هيك عم تصرى شوف الإسلام بيقولك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وازن يعني المسلم وازن بيزعل إيه إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن بشوف ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عنده سيطرة على عواطفه عجيبة بيتألم وبيبكي بس ما بيحكي كلام تاني يوم بيقول ما تأخذوني والله مبارح كنت أنا عندي قصة يعني صار عندي هيك توفت لأنه والدتي مشان هيك أنا حكيت كلام ما حلو ما تأخذون لا المسلم وازن الإسلام بيكبر له عقله بيخلي له عقله يسيطر على عواطفه وردات واحد يطلع خلقه من شغله بيضرب هالطاولة قدامه بيكسر البلور بشق إيده عشرين قطبة هذا لو مسلم صح ما بيساوي شايف الإسلام بيكبر لك على خير إن شاء الله يا أخي فيه مصيبة يا أخي إجو الجماريك لعندك وما بعرف أخذون من هالمسودعوا وكلفوا طيب صارت الشغلة ليش ليش ضربتوا الطاولة يعني فوق ما راح يتلب ضاعه ودك تدفع غرامي وكمان كسرت البلوك وشقيت إيدك اثنين وعشرين شقة شو هزكة يعني شو هزكة لو فيه عائل ما بيكفي المصيبة التي جاءتك من هناك كمان تشق إيدك عشرين قطبة شايف الإسلام بيكبر لك عقلك هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجي واحدة من الصحابة الصحابة هو بيسأل بده يتسوع ليسأل الناس نبي صلى الله عليه وسلم هيك الجامع بيساوي بيقول له تعالى هون ليش عم تسألهم لهدون الناس شاب ليش عم تسألهم بيقول له يا رسول الله ما عندي شيء بيقول له ما في ببيتك شيء بيقول له في حلس طنجرة نأكل فيها قال له رح جب ليها شفت كبير العائلة لأ هذا درس دين مو تبع الزكر وتبع والله قراءة قرآن سردان تجويد تجويد العمل بالقرآن قال له في ببيتك شيء قال له طنجرة قال له جيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذه واحد اللي قاعدين قال بدرهم يا رسول الله أنا بيشتريه من يزيد من يزيد الرجل قال أنا بدرهمين يا رسول قال أنا بعتاك من يزيد ما حد زاد قال له هات تاع بعتاك الدرهم هات هالدرهمين فوض طنجرة قال له للرجل هات درهم اذهب واشتري لأهلك طعاما وهي الدرهم تاني اذهب واشتري فأسا من السوق رح يجيب فأس عديد عيلي بيضربوا فيه فالرجل راح جاب الأكل لأهله وجاب الفأس من السوق رجع لعند النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان جهز له عصاية حطل له هالفأس هيك قال له خذ واذهب واحتطب وانزل إلى السوق بيع الحطب ولا ترني وجهك إلا بعد أيام راح الرجل بعد أيام بيجي لعند النبي صلى الله عليه وسلم ولابس عباية جديدة بيقول له الشوهد ما شابه بيقول له رسول الله أغناني الله من فضلي شايف الإسلام بيكبر لك عقلك مو بس صلي وتصوم كمان تعرف الله أكرمنا نحنا بتعرفوا أنه عنا جمعية البركة ولا الله أكرمنا بمؤسس الحياة الأسرية والمناسبة بناكم تشتغلوا معنا يعني نحن كلنا معنيون نساعد هالشباب والفتيات سواء بزواجهم أو بسوق العمل تبعهم نحن معنيون نساعدك وبعدين أنت بس تصير قوي معني أنك تنزل معنا وتساعد معنا ولبناتنا قوي لازم نساعد لآخر بصلا نحن موجودون على الأرض مشان هيك هذا هو الإسلام الله أكرمنا بجمعية البركة بقى منعمل جمعية البركة حاملة ملف سوق العمل فمنجيب هالشباب ومنجيب هالبنات نعمل لهم دورات تدريب عمل عالي بس مستوعد فالمهم كان مرة في دورة للبنات عن حلاقة الشعر النسائي طبعا بيتدربوا على المهنة وبيتدربوا على الأخلاقيات المهنة الحلال والحرم تبع المهنة ولبناتكم يعني مثلا في تدريب على المحاسبة بس تدريب عالي كثير زيك ما منقبل واحد هيك من قريبه يعني وعد يقول يوم بيجي يوم عندي فحص ما بيجي أصلا ما بيسجلوا بدنا واحد جاد يعني بدك تجي وبيداموا أصنشي ستة شهر وكل يوم ثلاث ساعات المهم في أخت سجلت بدورة قص الشعر طبعا وهي من كانت من الأسر المتضررة فبالتالي هنا بيحاجة لمساعدة الله أكرمنا بعد هالدورة وأخلاقيات العمل والجمعية حتى بتساعد بأنه تصير عندها صالون هالمخلوقة فتحت صالون بعد أشهر بيمروا لعندها عم بيطمن المشرفين ما شو أخبارك شلون العمل شلون الصالون شارية إسوارتين قلت له الحمد لله الله أكرمني شاريت إسوارتين لكن الإسلام هيك إسلام مو بس تجي تصلي وتصوم هذا مطلوب و هذا ركن بس كمان الإسلام تكبر عقلك تشتغل صح تحيا هذه الحياة صح فهؤلاء الأولياء شو معنات بيصير الواحد ولي عم يصير وفتح مخه بيصير ذكي بيصير حكيم بيصير بيحسن المنطق بيحسن التصرف هذا هو الولي وكمان هو قريب من الله تعالى هم فرسان بالنهار رهبان في الليل فنحن عم نقرأ سيار الأولياء مشان أنت هيك تصير مشان أنا هيك تصير ولازم تصير يا شباب ونحن ترى شوفوا أنا ما برضى يعني نحن قاعدين مع بعضنا هيك بدك تصير لابد جاهد نفسك وشد على حالك وتشتهد أنهم كلهم خمسين سنة عايشين لهم سبعين سنة الله أعلم ثم سنمضي إلى الدار الأخر فخلينا نمضيهم بقلب موصول بحضرة الله تعالى وعقل متفتح بآيات الله تعالى وأخلاق عالية وهمة عالية إن شاء الله تسعد وتسعد من حولك فظنون المصري بروح المغرب ليسألوا لهذا الوليد فقال له هذه الكلمة هلأ وصلنا الصديقون إخوانه عاد الكلام لإلك مين هذا السالك إلى الله يعني أنا بدي أصير مريد أنا بدي أصير سالك إلى الله أنا بدي أصير زاهد بالدني الصديقون إخوانه أنت مين رفقاتك الصديقون يعني مو مو اليوتيوبرز يعني هؤلاء رفقاتي أنت الصديقون مو يلي لعيب يعني يلي لعيب بالشدة أكتر إنه هذا برافو أنا بتسلى خير الله أنه يا الصديقون يعني مو يلي بيضحكني كثير في وقت بيفرطني ضحك والله أسا يلي فرطني ضحك والله داك اليوم وجعوني خواصري على أد ما ضحكنا الصديقون أنت بدي أصير من الأولياء لما شو بدك أنت من الأولياء الصديقون إخوانه هالكلمة فيها فائدة كثير كبيرة أول فائدة اعلموا أيها الإخوة والأخوات أن أشرف لقب في الإسلام بعد لقب النبوة والرسالة شو هو لقب الصاحب أشرف لقب في الإسلام بعد النبوة والرسالة هو لقب الصاحب لذلك نحن ليش أنتوا ما بتقولوا الدكتور أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم هلا ما بيطلع له شهادة دكتورة سيدنا أبو بكر يا أخي بالشريعة خلي بالسياسة ما بيطلع له شهادة دكتورة قاد أمي والله بيطلع له يطلع الدكتور ليش ما بتقولوا الدكتور أبو بكر ليش ما بتقولوا اللواء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ما بتطلع له رتبة لواء لسيدنا عنه يعني بيطلع له أعلى الرتاب ليش ما بتقولوا ليش ما بتقولوا الملياردير ملياردير عثمان ابن عفا كام ملياردير ما هو مصاري كثير ليش ما بتقولوا علي من علماء علي ابن أبي طالب هم الله يرضى عنهم بيتنازلوا لك عن كل هالألقاب مسامحك أنا بالدكتورة وبالبروفيسور وبالأستاذ وبالجنرال وباللواء مسامحك بس إلي صاحب رسول الله بس إلي بس إلي ولما الله عز وجل قال لي سيدنا أبي بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن يا لطيف سيدنا أبو بكر شوف رح أن الله أثبت له الصحبة الله قال أبو بكر صاحبه لمحمد صلى الله عليه وسلم أشرف لقف الإسلام الصاحب بعد النبوة والرسالة ذلك يا شباب ديروا بالكم من تصاحبون لك الأولياء لصاحبون الصديقين الشغل كتير كبير واعلموا أنكم ستأخذون من أصحابكم الأذكار والمعتقدات والأفعال والأحوال والطبع شئتم أم أبيتم ستأخذون من أصحابكم الأذكار المعتقدات الأحوال الأفعال شيء تأم أبيت بتصير بتقول متل ما عم بيقوله رفياك لكن أنت ما كنت بتقول بس على قد ما عم تقعد معه والضاحك وكذا بصير بتقول مثله المعتقدات هو يعتقد شيء بعد فترة ما يا أخوان الشغلي كتير خطير كتير خطيرة إذا أنت مرافق واحد اعتقاده بالله عالي جدا بيأخذك لعنده بعيد من هون واحد عم بيقعد مع واحد بيسب الدين مية بالمية حيسب الدين مو تسعين مية بالمية الشيء عجيب الصاحب كيف تأخذ منه الأفكار والمعتقدات والطباع حتى طبعه يا أخي نقوزي بتصير نقوزي غضوبي بتصير غضوبي عاق بعيد من هون بيصير عاق لو هو لا يريدها هو ما بيريد بيقول لك أعوذ بالله هذا ممنح بس شو بدي أعمل نسهر مع بعضنا ومنع بعضنا ديروا بالكم يا شباب شغلة كتير خطيرة الصاحب ما أحد يقول ما علي شي بس هلأ هالفترة أنا لا أعلم حافظ قرآن الكريم إلا له أصحاب من حفاظ القرآن الكريم لا أعلم طالب شريعة إلا له طلاب أصحاب من رفاق الشريعة لا أعلم ملتزمة في مسجد إلا له أصحاب ملتزموا في المسجد بالمقابل لا أعلم واحد مدخين إلا له رفاق مدخين ما أشير لي إلى واحد يطعاطى مخدرات إلا له أصحاب يطعاطى مخدرات شغلة عجيبة لذلك لا تصاحب إلا من ينهضك حاله بس تعود معه هيك ما تلاقي حلقة يرتمتك نشدة بدك تطلع تشتغل فورا ساوي شيء لا تصاحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقال فهذه فائدة ثانية بيصدقون إخوانهم الفائدة الثالثة إذا طلبت أطلب معالي الأمور أنا بتذكر يا شباب لما كنت بالجامعة بقيت سنة بالكلية كما لا أعرف أحدا في الكلية عندما ذهبت إليه بقيت سنة ما رفقت أحد لكني أراقب كل أحد عمراء أبن شون عم يفودوا شو عم يطلع شو عم يحكوا مع مين عم يمشوا بعد سنة يعني حطيت عيني الله أكرمني هيك على ثلاث رفقات كتير جيدين يعني عالين مستواهم وكتير عام خلص رفقت هدون هدون لثلاث طبعا الآخرين ما في بيني وبينهم خصومة أو عداء بس يعني السلام عليكم عليكم السلام صباح الخير صباح حلو بس ممكن السعير الأداء تفضل برجع خلص أما أعزمه على بيتي أبدا روح على بيته أبدا يسهر معه لا يسهر معه بعد سنة هيك لأطن لقيت ناس عالين مستوى هلأ أنا وهياهم أصحاب وقلهم رتب سبحان الله الله أكرمهم يعني رتب علمية ورتب إيمانية عالية جدا الحمد لله يا الله أكرمني برفيء الصالح فأنت هيك من أين بدك تلاقي هذا هيك بدك تضلك لأن هدون إقلال الصديقون إقلال تشوف وبيقول الصديقون أثوان يعني ما بمشي الحال إنه مثلا أمناء هذه الأمة أخوانه كمان أمناء سوى علة لفوق فوق يعني بتجيب مثل سيدنا أبو بكر طبعا إذا إذا بترافق واحد مثل سيدنا أبو بكر يعني إذا ما صرت أبو بكر بتصير عمر بتصير عثمان بتصير علي شايف إذا مرافق واحد تسعة وتسعين بالمئة بيأخذك يعني إذا مو تسعة وتسعين بصير سبعة وتسعين خمسة وتسعين أما إذا بترافق واحد تبع خمسين بالمئة شنون رفقاتك ما أشي الحال ما أشي الحال يعني الحمد لله بيصلوا وما بيسبوا الدين وبس ما أشي هيك شايف هاتبعة خمسين بالمئة هذا طبع يلي بيصلي وما بسبدي هذا خمسين بالمئة إذا إذا إنتي رافق تبع خمسين بالمئة بيجرز إذا تجيب خمسة وأربعين ترسب بيأخذك هذا الصديقون إخوان الله يرزقنا يا أخوان الأصحاب الصالحين الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مين يا أيها الذين آمنوا أنتم ومين عم بيحاكي يقول الله الله عم بيقول كونوا وإذا واحد كان مع الكاذبين يعني أنتم بيخالف الله وإذا واحد كان مع الغادرين بيخالف الله وإذا كان مع العاقين بيخالف الله كونوا مع الصادقين فالأي فائدة كمان الرابع أن هؤلاء الأولياء كلامهم مرآة للقرآن الكريم ومو الله قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بيجيب شو بيقول له بيقول له الصديقون إخوانهم شايف ما بيجيب كلام من عنده هذا الولي تنعكس أنوار آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه فيعبر عنها بلفظ من عندي وهذا اللفظ يقع في القلوب هذا شيء من فوائد هذه الكلمة نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر